السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم من قناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية لسنة الرابعة سأترك لكم هذا النموذج جاهزة اتباعها في صندوق الوصفة على شكل بيدياف وعلى شكل صور إذن نقرأ النص وما نجيب على الأسئلة أحب العامل الذي يشتغل بفكره فيبدع من التراب صورا حية نافعة أحب الذي يحول الطين إلى أرقى الأواني بخطوات دقيقة وأياد بارعة أحب الذي يحيك من القطن قميسا ومن الصوف برنسا ومن الحرير رداءا أحب النجار الذي يصنع من الخشب الجاف مهدا للأطفال وعودا للأنغام ظلت الحرف اليدوية عنوانا للأصالة فما عساني أقول في الذين يجلسون مرتاحين إلى مائدة الطعام ولا يضعون عليها رغيفا من صنع أيديهم إذن نبدأ بأسئلة الفهم قال اختر عنوانا مناسبا للنص العامل أم أصحاب الحرف أم حرفة النجارة النص يتحدث عن الحرف ليس عن العامل وليس عن حرفة النجارة وإنما عن أصحاب الحرف ثم في السؤال الثاني قال لمن يوجه الكاتب اللوم في آخر النص قال ظلت الحرف اليدوية عنوانا للأصالة فما عساني أقول في الذين يجلسون مرتاحين إلى مائدة الطعام ولا يضعون عليها رغيفا من صنع أيديهم إذن الكاتب يوجه رسالة إلى الذين يجلسون مرتاحين إلى مائدة الطعام ولا يضعون رغيفا عليها ثم قال استخرج من النص ضد كلمة المبلل ومرادف كلمة لباسا إذن نعود إلى النص نجد هنا أحب النجار الذي يصنع من الخشب الجاف من الخشب الجاف إذن الجاف ضدها كلمة المبلل إذن الجاف وهي ضد كلمة المبلل لباسا مرادف كلمة لباسا أحب الذي يحيك من القطن قميسا ومن الصوف برنسا ومن الحرير رداءا إذن اللباس هو الرداء رداءا ثم مع أسئلة اللغة قال أعرب ما تحته خط في النص إذن نعود إلى النص الكلمة الأولى وهي بخطوات لكن أصل الكلمة أنها حرف ثم اسم بي وخطوات إذن بي يقول هي تنتمي لحروف الجر إذن بي تعرب حرف جر وخطوات هي اسم مجرور ببي وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها إذن اسم مجرور بالحرف با وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره مفهوم ثم الكلمة الثانية قال عنوانا ننظر إلى الكلمة التي قبلها اليدوية أيضا هنا ظلت إذن ظلت يا أخوات كان يا إحدى أخوات كان قلنا أخوات كانت تدخل على الجملة الإسمية فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها إذن ظلت الحرف إذن الحرف وهي اسم ظل اليدوية مرفوعة إذن ليست خبر عنوانا إذن عنوانا وهي خبر ظل إذن عنوانا وهي خبر ظل كيف يكون الخبر خبر ظل يكون منصوب إذن خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم قال مرتاحين إذن يجلسون مرتاحين كيف حالهم عندما يجلسون مرتاحين إذن مرتاحين وهو حالهم إذن مرتاحين تعرب حال والحال دائما تكون منصوبة إذن نقول حال منصوب ب الياء حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لماذا؟ لأنها جمع مذكر سالم مفهوم؟ ثم قال إلى مائدة الطعام إذا قلنا الطعام جاءت مجرورة ومعرفة بالألف ولا والكلمة التي قبلها جاءت نكرة إذن الطعام وهي مضاف إليه إذن الطعام مضاف إليه كيف؟ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الكسرة الظاهرة على آخره مفهوم؟ لا نعود إلى الجزء الثاني قال استخرج من النص ما يلي اسم وصول فعل مضارع جمع مؤنث سالم وإحدى أخوات كان إذن نبدأ بالاسم الموصول لدينا هنا أحب العامل الذي إذن الذي إسم موصول إذن الذي ثم قال فعل مضارع لدينا أحب إذن أحب وفعل مضارع يشتغل أيضا فعل مضارع إذن نضع مثال يشتغل يشتغل ثم جمع مؤنث سالم قلنا الجمع المؤنث سالم هو الجمع الذي ينتهي بألف تاء ومفرده لا يتغير عندما نحوله إلى الجمع إنما نضيف فقط ألف تاء إذن نعود إلى النص نجد خطوات إذن مفرد وهي خطوة عندما نحولها إلى الجمع نحذف تاء التأنيث ونضيف ألف تاء لتصبح جمع مؤنث سالم إذن خطوات ثم إحدى أخوات كان قلنا لدينا هنا ظل أو ظلت الحرف ظلت وهي إحدى أخوات كان ثم في الجزء الثالث قال علل سبب كتابة الهمزة في كلمة مائدة إذن في كلمة مائدة هنا كتبت الهمزة متوسطة أو متطرفة في وسط الكلمة نقول همزة متوسطة إذن نقول كتبتي الهمزة المتوسطة على ماذا؟ على النبرة على النبرة لأن نذكر حركة الهمزة مع حركة الحرف الذي قبله لأنها مكسورة وما قبلها ساكن لأنها مكسورة وما قبلها ساكن وهو المد فهم الآن نعود إلى الجزء الرابع قال حول الجملة التي بين قوسين إلى الجمع المؤنث السالم إذن نعود إلى النص لدينا هنا أحب العامل الذي يشتغل بفكره فيبدع من التراب صوراً حية نافعة إذن عندما نحولها إلى الجمع المؤنث السالم أقول أحب العاملات التي يشتغلن بفكرهن فيبدعن فيبدعن من التراب صوراً حية نافعة أعيد أحب العاملات التي يشتغلن بفكرهن فيبدعن من التراب صوراً حية نافعة إذن نكتب أحب 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 العاملات العاملات التي 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 يشتغلن التي يشتغلن بفكرهن يشتغلن بفكرهن فيبدعن فيبدعن من التراب صوراً حية نافعة فهوم الآن مع الوضعية الإدماجية قال للحرف دور مهم جداً تحدث في بضعة أسر عن دور الحرف وعزوف الشباب عنها إذن نتحدث عن الحرف للحرف دور مهم في دفع التنمية وشرفها لا يقل عن المهن الأخرى الحرف عديدة منها النجارة والحدادة والتبريد وغير ذلك ويتهرب الشباب من هذه الحرف شعوراً بالخجل والعهر نقول في الخاتمة كل منا يكمل الآخر فهبوا أيها الشباب لخدمة أنفسكم ووطنكم إذن نكتب إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكراً للمشاهدة